السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن نكون بكامل استعدادكم لبداية درس جديد معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي المبدعين معي في مادة لغتي للبصل الثاني بداية أبنائي وبناتي هناك قوانين يجب أن نلتزم بها أثناء التعلم عن بعد أولاً أختار مكاناً مناسباً للتعلم يكون بعيداً وخالياً من الضجيج أيضاً لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشرة حتى لا يفوتني شيء من دروسي سواء على قنوات عين التعليمية أو على منصة مدرستي بعد ذلك أجهز الكتاب أبنائي وبناتي وأدواتي التي أحتاجها ماذا تحتاجون؟ قلم، براية، ألوان إذن يجب عليكم تحضيرها قبل بداية الدرس بعد ذلك ندز جنسة صحيحة مناسبة وأستمع إلى درسي بتركيز وأشاهد ما يجري وأكون حاضرة الذهن أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له لدينا قصة جميلة اليوم أتمنى من الجميع أن يستمع إليها بإنصات طابط القوانين يريد أن يوجه رسالة إلى أولياء الأمور يطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان درسنا على استخدام جمل متنوعة للتعبير شفهيا المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المسالد هي المهارات الاجتماعية أهداف الدرس الذي نسعى إلى تحقيقها أولاً أن نستمع بماذا؟ إلى النص بعد ذلك أن يذكر الطالب والطالبة معاني الكلمات المعطاتلة ثالثاً أن يجيب الطالب والطالبة عن أسئلة النص رابعاً أن يسرد الطالب والطالبة أحداث القصة سألعب معكم أبنائي وبناتي لعبة جديدة اسمها لعبة بالكلام أكتشف عنوان الدرس ونستخدم استراتيجية العصف الدهني وأفكر وأقول أي شيء أفكر فيه أي فكرة تختر على بالكم تقولونها معي برأيكم ماذا يسمى هذا الشخص؟ لاحظوا هو جالس يهتم بالأغنام ويرعاها ويقدم لها الرعاية إذن ماذا يسمى الشخص الذي يهتم بالأغنام ويرعى الأغنام؟ ماذا نسميه؟ ها ماذا تسمونه؟ ها ممكن حارس أيضا هناك كلمة تستخدم للشخص الذي يرعى الأغنام ويهتم بها أحسنتم الراعي ممتاز إذن أبنائي وبناتي قلنا أن العنوان يتكون من كلمتين الكلمة الأولى كانت ماذا؟ الراعي أحسنتم هو الشخص الذي يهتم بالأغنام وبعد ذلك الكلمة الثانية كانت ماذا؟ ها الشخص اللي ما يقول الحقيقة قلنا ماذا نسميه؟ الكذاب إذن عنوان درسي هو عن من؟ عن الراعي الكذاب أحسنتم إذن عنوان درسنا اليوم وعنوان قصتنا اللي رح نستمع إليها عن الراعي الكذاب خلونا نشوف عن ماذا حدث ماذا حدث مع الراعي الكذاب يحكى أن هناك ولد يدعى سعدا يرعى الغنم بين التلال والمروج الخضراء في الصباح الباكر وفي نهاية اليوم يرجع بقطيع الغنم إلى الحضيرة في يوم من الأيام فكر سعد أن يخدع أهل القرية فصرخ بأعلى صوته النجدة النجدة هناك ذئب فهرعا فهرع إليه أهل القرية لإنقاذه وعند وصولهم إليه وجدوه يضحك ويقول كانت دعابة كانت دعابة فغضب أهل القرية منه ورحلوا وفي اليوم التالي هجم على سعد وأغنامه دأب فصرخ مجددا بأعلى صوته النجدة النجدة هناك ذئب ولكن لم يهرع لمساعدته أحد من أهل القرية فهجم الذئب على الأغنام وأكلها عاد سعد للقرية وهو حزين من دون الأغنام فسأله أهل القرية أين الأغنام؟ فرد قائلا لقد هجم الذئب وأكل الأغنام ولم يساعدني أحد لأنني كذبت سابقا فهذا جزاء الكذب رح نرجع ونقرأ القصة مرة ثانية الراعي الكذاب يحكى أن هناك ولد يدعى سعد يرعى الغنم بين التلال والمروج الخضراء في الصباح الباكر وفي نهاية اليوم وفي نهاية اليوم يرجع بقطيع الغنم إلى الحضيرة في يوم من الأيام فكر سعد أن يخدع أهل القرية فصرخ بأعلى صوته النجدة 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 هناك ذئب فهرع إليه أهل القرية لإنقاذه وعند وصولهم إليه وجدوه يضحك ويقول كانت دعابة فغضب أهل القرية منه ورحلوا وفي اليوم التالي هجم على سعد وأغنامه ذئب فصرخ مجددا بأعلى صوته النجدة النجدة هناك ذئب ولكن لم يهرع لمساعدته أحد من أهل القرية فهجم الذئب على الأغنام وأكلها عاد سعد للقرية وهو حزين من دون الأغنام فسأله أهل القرية أين الأغنام فرد قائلا لقد هجم الذئب وأكل الأغنام ولم يساعدني أحد لأنني كذبت سابقا فهذا جزاء الكذب إذن أبنائي وبناتي استمعنا إلى قصة الراعي الكذاب ماذا كان اسم الراعي؟ ما اسم الراعي؟ في أي ميدالية موجود؟ هل اسمه السعد؟ في ميدالية حمراء أم في الزرقاء أحمد؟ ماذا كان اسم الراعي؟ سعد أم أحمد؟ أحسنتم سعد سعد موجود على أي ميدالية؟ ما لونها؟ أحمر رائع إذن اسم الراعي سعد ممتاز طيب ماذا يعمل سعد؟ هل كان حارس أم راعي الأغنام؟ راعي الأغنام ويرعى الأغنام وينطلق بها من الصباح الباكر حتى تأكل العشب ماذا كان يعمل سعد؟ أحسنتم راعين الأغنام أين الإجابة؟ هنا في الخضراء حارس راعي الأغنام موجودة في ميدالية الزرقاء ماذا نختار؟ أحسنتم الميدالية الزرقاء راعية الأغنام إذن متى يرعى سعد كان الأغنام؟ متى يأخذهم؟ هل كان يأخذهم في الليل؟ وينطلق بهم إلى المروج ولا يشاهد شيء؟ أم كان ينطلق في الصباح الباكر؟ الأحمر مكتوب الإجابة في الميدالية الحمراء في الليل أما في الخضراء مكتوب؟ في الصباح الباكر ما الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم في الصباح الباكر إذن نختار الميدالية الخضراء في الصباح الباكر نريد أن نفهم الآن كلمة ومعناها ماذا تعني كلمة قطيع؟ سعد كان يأخذ قطيع الأغنام ويرعى بهم في المروج الخضراء وفوق التلال حتى تأكل العشب ويهتم بها ماذا تعني كلمة قطيع؟ أغنام إذا بغيت أقول غنم واحدة غنمة أو خروف واحد أما مجموعة كبيرة عندي من الأغنام ماذا نقول؟ ماذا نسميها؟ قطيع أحسنتم قطيع من الأغنام إذن جماعة من الحيوانات يقودها الرعي قطيع أغنام يعني مجموعة كبيرة من الأغنام يقودها الرعي ويهتم بها هل ذهبتم يوما إلى سوق الأغنام؟ إذن عندما يكون موجود شخص مع هذا الشخص يرعى الأغنام المجموعة اللي معا تسمى قطيع أغنام أيهم أكل الأغنام؟ هل أرنب أم ماذا؟ أم الذئب؟ من الذي أكل الأغنام؟ وأكل أغنام الراعي واستغل الفرصة من هو الذي هجم على الراعي وأغنامه؟ هذا الأرنب اللطيف أم الذئب؟ أحسنتم إذن الذئب هو الذي هجم وأكل الأغنام ممتاز أبنائي وبناتي وماذا فعل الراعي عندما شاهد الذئب؟ ماذا كان يصرخ ويقول؟ ها نكتشف الكلمة اللي كان يقولها نتهجأ معا أن 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 أحسنتم أن نجدة إذن الراعي كان يصرخ ويقول ماذا؟ أن أن نجدة أن نجدة إذن هذه العبارة استخدمها الراعي عندما طلب المساعدة من أهل القرية لمساعدة وليلتو لمساعدة كان يقول أن نجدة أحسنتم النجدة ممتاز أبنائي وبناتي إذن هل أتاها أحد في المرة الثانية؟ لا للأسف لأنه كذب ولا أحد يصدق الكاذب لذا استغل الذئب الفرصة في المرة الثانية وهجم على أغنامه وأكله إذن ننتبه أبنائي وبناتي لا نكذب حتى لو كان مزحا فالله كره الكذب حتى لو كان مزح أستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله معلمتكم منالة صالح الغرب